مرة تانية أهلا بكم قانون السلطات القضائية هذا القانون الذي طال انتظاره لما بنكلم عن القانون المكمل للدستور أو القوانين المكملة للدستور هناك حزمة قوانين مكملة للدستور بتعقب أي تعديل دستوري في أي دولة في العالم عايز أقول لحضرتك أن أنا عندي سلطات قضائية زي مثلا هيئة قضاء الدولة من الهيئات القديمة هيئة النيابة الإدارية مجلس الدولة وأيضا السلطة القضائية طيب يعني إيه قانون مكمل للدستور يعني مثلا أنا عندي قانون هيئة قضاء الدولة تقريبا على ما أتذكر هو القانون 75 لسنة 63 يعني على ما أتذكر هيئة النيابة الإدارية أيضا على ما أتذكر القانون 177 لسنة 58 عفوا 54 اللي تعدل في 58 مجلس الدولة على ما أتذكر 47 لسنة 72 السلطة القضائية على ما أتذكر 46 لسنة 72 برضو يعني إن كنت أخطأت فلا يعني تأخذونه أو تأخذونه عن هذا الخطأ فهو غير مقصود ولكن الشهد من الكلام أن أنا عندي قوانين من فترة هذه القوانين كانت مرتبطة بدستور 71 دستور 71 هذا الارتباط لما تم تعديل الدستور وأصبح لدينا دستور جديد في عام 2012 وتم تعديلاته أيضا تم التعديلات عليه في العام 2014 من المفترض إن أنا عندي تعديل في متن المواد الدستورية الخاصة بالهيئات القضائية لأنا ذكرتها هيتقضى دولة نيابة إدارية مجلس دولة سلطة قضائية طالما تعديلات الدستورية لهذه الهيئات أو لهذه الجهات طالها تعديل دستوري لابد أن يستدبع ذلك التعديل قانون مكمل الدستور ليه؟ لأن دايماً أي تعديل دستوري بيحيل للقانون طيب أنا عشان أعدل في الدستور في مواد الدستور في الهيئات القضائية لأنا ذكرتها أكيد هعدل في الوظيفة وفي السلطة وفي آليات العمل دا يستدبعه دايماً قانون مكمل للدستور دا ما صدرش الحد النهاردة من منذ نعقاد مجلس النواب الحالي في العام 2015 وفضله خلاص يعني تقريباً يعني شهور وينتهي تنتهي الدورة البرلمانية كان يجب علينا ولا زال النداء ونناشد البرلمان المصري والحكومة المصرية أن تتقدم للبرلمان بسرعة إصدار هذه القوانين المكملة للدستور الخاصة بالسلطة القضائية ليه؟ يعني لما أنا يبقى عندي قوانين قديمة وتعديل دستوري الدستور ممكن يكون الداني حق جديد أو الداني وظيفة جديدة أو الداني سلطة جديدة بس القانون ما أيدني الحالي هنا أحياناً البعض يقع في حرج أو العكس عندي قانون لازم القانون يتواجد مع الدستور على سبيل المثال لا الحصر يعني حاجة كده على سبيل المثال لو جينا نتكلم عن النيابة الإدارية مثلاً النيابة الإدارية كانت في القانون القديم تعطي توصية للجاهة الإدارية بتوقيع الجزاء دون أن تحدي الجزاء يعني تقول مثلاً بيكساوي مصطفى بيكساوي مزنب ويجب على الجاهة الإدارية معقبته الجاهة الإدارية اللي تقول نديله يوم 2-13-15 15 طبعاً دي حاجة قوية لا وتحديد الجزاء وطبعاً الإحالة للتقديم لأن القانون النيابة الإدارية في أساسه وفي أصله في العام 1954 كان اسمه النيابة الإدارية والتقديم اللي بعد كده راح التقديم باختصاص لمجلس الدولة واللي نشدنا برضه أثناء تعديلات الدستورية الأخيرة بعودة هذا الاختصاص الأصيل لهيئة النيابة الإدارية احنا بنناشد ونقول وجهة نظارنا ويعني القرار لأصحاب القرار هي دي الفكرة طيب دلوقتي النيابة الإدارية لأحق الجزاء المباشر الدستور بيديها الحق ده طب لو هي مارسة الحق الدستوري القانون مكبل ممكن يقولك لا الوضع ده غير قانوني وهنا عندنا إشكالية وحصلت ناس كتير ممكن تروح ترفع ده تقول يقول لك خلاص وقف هنا مش وقف العقوبة ولا اسقط العقوبة ولا تسقط العقوبات ولا تسقط الوقائع ولا إثبات الوقائع هو فقط شكل إجرائي ممكن لحق لنيابة الإدارية بعد ذلك تحويل محاكمة تقديبية ونتمنى ذلك لذلك نناشد البرلمان المصري والحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون السلطات القضائية إذا كنا بنتحدث عن عدالة ناجزة إذا كنا نتحدث عن تكدس الأضايا في المحاكم العادية إذا كنا نتحدث عن الأضايا الإدارية أيضا اللي ممكن بتاخد أحيانا بعض الوقت إذا كنا بنتحدث عن بعض الأمور والحقوق التي يمكن أن تضيع فلابد من إنجاز القوانين المكملة للدستور للسلطات القضائية التي ذكرناها هيئة قضايا الدولة هيئة النيابة الإدارية الموقرة هيئة أو عفوا مجلس الدولة الموقر والسلطة القضائية الموقرة جميعا وأعتقد يعني أن رسالتنا يمكن أن ترى صادق قريبا ونتمنى ذلك لأن هذا هو الصالح العام وهذا هو واجب الوقت في هذه الآوينة لأننا كثيرا نعاني من العدالة البطيئة ودائما ما نذكر ونقول أن العدالة البطيئة ظل لذلك نريد العدالة الناجزة وأن يكون القوانين القادمة تؤكد وتحفز على عدالة وتكون العدالة ناجزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر